اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في نشرة اقتصادية جديدة والنهاردة بنستعرض فيها مجموعة من العنوين المهمة اللي بتهم الكراء وفي نفس الوقت بتهم مجتمع الاعمال نعم معنا بالخبر الاول والصادر عن وزارة المالية واللي بقول وصول اول اصدار مصري للسقوق السيادية طرحت وزارة المالية في فبراير الماضي على جائزة افضل اصدار سقوق سيادية في عام 2023 وفقا لمؤسسة GFC قد تسلم الجائزة محمد حجازي رئيس وحدة ادارة الدين العام بوزارة المالية نيابة عن الدكتور محمد معيت وزير المالية نروح لتفاصيل الخبر اكد محمد حجازي رئيس وحدة ادارة الدين العام بوزارة المالية أننا حرصون على تنويع مصادر التمويل من خلال استراتيجية ترتكز على تعبد الأسواق وابتكار أدوات تمويل جديدة بما يتسق مع جهود التعامل مع الظروف العالمية والاستثنائية التي تتشابك فيها تدعيات جاحت كورونا مع الأثار السلبية غير المسبوقة للحرب في أوروبا وما ترتب عليها من ضغوطات تضخمية حدة أدت إلى رفع تكلفة التمويل هذا وقال أننا نجحنا خلال فبراير الماضي في طرح أول إصدار للسقوق الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار والذي شهد إقبالا ملحوظا حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار بما يعني تغطيط الاكتتاب بأكثر من أربع مرات وتقدم أكثر من 250 مستثمر بمختلف أسواق المال العالمية وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق أسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع بمداء الشريعة الإسلامية إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح ومتمثلة في صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك وغيرها مما يتميز بالاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل على نحو أن يؤدي إلى الحد من تذبذوبات الأسعار وضف حجازي أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة حيث تم خفض السعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.6% ليغلق كوبون الإصدار عمد 10.8% شيرا إلى أن الإصدار تم بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصقوق والاستعانة بمكاتب المحاماء المحلية والدولية لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسوقية طبقا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لهذا الخبر من أنتقل إلى خبر آخر وفي تفاصيل كثيرة خبر له الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وزير الكهرباء يؤكد إنجاز 73% من مركز التحكم الآلي بالعاصمة الإدارية الجديدة وتشغيله خلال شهر أغسطس المقبل كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم إنجاز نحو 73% من مركز التحكم الآلي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث من المقرر تشغيله بحلول شهر أغسطس المقبل جاء ذلك خلال لقاء للوزير بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنة رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ولفيف من الشركات العالمية والمحلية المهتمة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومجال الهايدروجين الأخضر هذا أضاف الوزير أن مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم إنشاءه على أحدث التكنولوجيات العالمية مؤكدا أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربائية الموحدة 500 كولوفولت و220 كولوفولت و132 كولوفولت بإجمال عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إمتاج طاقة كهربائية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59.5 جيجاوات وذلك للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربائية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والأمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية وعضاف الوزير خلال لقاء بعضاء الغرفة الأمريكية وعدد من المستثمرين المحليين والأجانب أنه يتم تنفيذ خطة لخفض نصبت الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لحوالي 30% من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر لتوفير الوقود وبالتالي الاستفادة منه في التصدير وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة كشف أن مصد تستهدف الوصول إلى 60% من الطاقة بحلول عام 2040 لفتن إلا أن الاستراتيجية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إلا أنه يجري حالياً تحديث هذه الاستراتيجية بناء على المعطيات المتاحة وتغفر مصادر الرياح والطاقة الشمسية هذا الخبر بننتقل إلى خبر آخر حول البرصة وتدعيات البرصة صعود مؤشر تميز بالبرصة بنسبة 4.6% بانتصف التعاملات مدفوعاً بارتفاع 3 أسهم تفاصيل تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مال التعاملات المصريين للشراء وسط دولات تقترب من 900 مليون جنيه خلال ساعتين وخفز مؤشر تميز بنسبة جوزت 4.6% مدفوعاً بصعود أسهم المجموعة المتكاملة للعمال الهندسية والدولية للصناعات الطبية والمشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الجديدة على الرغم من العطل الفني الذي أصاب البورصة إلا أنه تم استمرار التداول بعد إصلاح هذا العطل من هذا الخبر بنختتم معكم هذه الناشرة الاقتصادية بخبر مهم عن الذهب وأسعار الذهب والإستمرار في تراجع أسعار الذهب الأسبوع الثاني على التولي أسعار الذهب تتراجع اليوم 20 جنيه وعيار 21 يسجل 2315 جنيه هذا العيار كان وصل في بعض الأوقات إلى 28 جنيه شهد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً وتداولاً في مصر انخفاضاً محدوداً بحوالي 20 جنيه سجل 2315 جنيه وصلت تداولات محدودة على الذهب في سوق الصاغة مستهل تعاملات الأسبوع أنا مستعرض مع حضراتكم أسعار الذهب النهاردة زي ما قلت لحضراتكم عيار 21 بألفين 2315 عيار 21 بيسجل 2646 وده يمكن تراجع من قوالي 3100 جنيه عيار 18 بيسجل 1984 جنيه عيار 14 بيسجل 1548 جنيه فيما يسجل أجنيه الذهب 18520 جنيه دي كان أبرز الأخبار اللي تناولناها النهاردة معاكم في النشرة الاقتصادية واللي بدأتناها بخبر نجاح إصدار أول سقوك سيادية إسلامية بـ 1.5 من 10 مليار وكان عليها إقبال وصل الاختتاب لـ 6.1 من 10 مليار واستعرضناها معاكم بما حدث في البورصة ثم اختتمناها بأسعار الذهب التي تواصل الانخفاض كان معكم عبد الحليم سالم ونلتقيكم في نشرات اقتصادية جديدة